اهلا بكم اتقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة العميد علي الجبواني وطلع الرئيس الزبيدي من رئيس تنفيذية انتقالي شبوة على اخر المسجدات في المحافظة في ظل تصعيد المستمر من قبل ميليشيات الاخوان وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين العزل وشد الزبيدي بالاصطفاف الشعبية الجنوبية الذي تشهده محافظة شبوة ومختلف مديرياتها رفضا للسياسات الاحتلالية التي تمارسها جماعة الاخوان والحوثي عبر اذرعتهم العسكريتين التي مارستا ابشع صور القمع بحق ابناء المحافظة وجدد الزبيدي تأكيده على موقف قيادة المجلس الداعم لشبوة وتحركات ابنائها